دشنا وكيل محافظة أبينا أحمد ناصر جرفوش ومعه المدير العام التنفيذي لصندوق رعاية الاجتماعية عماد منصور ناصر صرف الحوالات النقدية الغير مشروطة التي يمولها البنك الدولي عبر منظمة اليونسيف المرحلة الثالث عشر لمسافيدي صندوق رعاية الاجتماعية بالمحافظة ودعا جرفوش لكافة المسافيدي إلى الحضور الحضور إلى أماكن الصرف وتسليم حوالاتهم وتسلم حوالاتهم لافتا إلى أهمية تسليل مهمة العاملين مشيرا أنه تم البدء في مراكز وستتواصل عملية الصرف حسب البرنامج المعد لها مؤكدا أن السلطة المحلية في المحافظة ستكون عونا لتحسين عمل ونشاط صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة